قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن جيش الاحتلال سيضمن ممرا آمنا للمدنيين قبل الهجوم المرتقب على مدينة رفح في قطاع غزة أضف نتنياهو أن جيش الاحتلال عمل على وضع خطط مفصلة لتحقيق ذلك قائلا إن مناطق في شمال رفح تم تطهيرها ويمكن استخدامها كمناطق آمنة للمدنيين كانت حركة حماس قد حذرت من وقوع مجزرة في رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني في جنوب قطاع غزة محملة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسئولية الكاملة